موسيقى السلام عليكم موضوعنا اليوم الأخطاء التفكيرية التي نقع فيها كلنا وهي بالعشرات ولا نحس بها ولا ندري أنا اخترت عشر منها وسأحاول الاختصار وسأحاول الإسراع حتى لا تكون هذه الحلقة طويلة جدا ولذلك سأكتفي بحيانا إشارات فقط بدون إعطاء أمثلة كثيرة بدون إعطاء مراجع وأدعوكم إلى مراجعة الموضوع كل نقطة ربما تدهشكم أو تستغربون أو لم تفهموها ربما نقصت في شرحها أدعوكم إلى مراجعتها والبعث فيها بأنفسكم أول خطأ أو مغالطة فكرية نقاشية هي ما أسميه أنا حجة السلطة حجة السلطة argument from authority يعني أن تقول أن هذه الفكرة صحيحة أو أنا أقبل بها أو أسلم بها لأن قالها فلان وما أكثر هذا التفكير عندنا قال فلان قال علان بل صارت موجودة عندنا في المجتمع لأن كثير من الذين لديهم سلطة فكرية معينة أو سلطة علمية أو سلطة من أي نوع من السلطة يتخذون لباسا مميزا فتلاقي كثير من الفئات تتخذ حتى بالمظهر هكذا يحيلك أنه أنا عندي علم أنا عندي معرفة أنا عندي سلطة فأنت عندما تنظر إلى الشخص وهو لابس بطريقة معينة ويتكلم بطريقة معينة خاصة إذا له اسم معروف فأنت ما يقوله ستسلم به تلقائيا لا شعوريا وهذه مغالطة كبيرة جدا يجب أن نسأل دائما ما هو الدليل ما هي الفكرة نبحث في الفكرة ولا نسلم بالشخص هذه مغالطة أو خطأ تفكيري كبير جدا الخطأ المعاكس هو الطعن في الشخص شخص قدم لك فكرة معينة أو دليل أو حجة معينة تقول له لكن هذا من هو أنت عارف هذا إنسان معروف أنه يقول كذا وأنه هذا يفكر بهذه الطريقة وهذا يتبع مش عارف فريق كذا وأنه كذا ليس مهما أبدا من هو الشخص الذي قال بفكرة معينة وإن كان زنديقا حتى نناقش الفكرة ولا نناقش الشخص لا نسلم لأن الشخص مهم جدا ولا نقذف بالفكرة لأن الشخص هذا أنا لا أحبه أو أنه من أتباع كذا أو أنه فيه كذا أو أنا أعرفه أو لا أعرفه الخطأ الثالث الذي أيضا له علاقة بالأشخاص هو الاستدلال برأي العامة الاستدلال برأي العامة هذا يسمى بالإنجليزي باند واغن افكت يعني أن نتبعنا يقول لك يعني معظم الناس تسعين بالمئة من الناس يقبلون بهذا كل الناس حصل لي أنت ناس يقولون بغير هذا كل الناس يرفضون الفكرة الفلانية كل الناس يؤمنون بهذا كل الناس يقولون بالحجامة كل الناس يقبلون بمش عارف إيش هذا لا معنى له ولا أساس له من المنطق يعني لأن معظم الناس يقبلون بفكرة أو يرفضون فكرة لا يعني أن هذه الفكرة سليمة أو أن هذه الفكرة خاطئة هذا أيضا خطأ تفكيري وهذه مغالطة تفكيرية أخرى الخطأ الرابع هو التسارع في التعميم يقول لك أنا راجعت الموضوع هذا سألت فلان وسألت فلان أو راجعت المكان الفلاني والمكان الفلاني أنا قرأت كتابين في الموضوع أنا عملت كذا وثم يعمم الإنسان أنا راجعت ثلاث محلات وكلهم سألتهم وكلهم قالوا لا هذا ما عندنا هذا مش موجود هذا غير متوفر لا هذا مش كويس التسارع في التعميم هذا أيضا خطأ تفكيري يجب أن ينظر الإنسان إلى الإحصائيات وإذا لو تذكرون من الحلقات السابقة كنا راجعنا ووضعنا حلقة عن كيف نتعامل مع الاحتمالات والإحصائيات بشكل سليم لا يجب أن ينظر الإنسان إلى معلومات قليلة ثم يعمم بها لا ينظر الإنسان فقط إلى المعدل أو إلى المتوسط ويقول آه متوسط المدخول الراتب هو كذا إذن معنى أن كل الناس مرتاحين أو معنى أن كذا لا يعمم الإنسان من معلومات قليلة هذا خطأ كبير جدا التركيز أو التنقيح في البيانات هذا يسمى بالإنجليزي cherry picking أني آتي أنا إلى مجموعة معلومات وأختار منها بعض أو آتي إلى أقوال معينة وأختار منها بعض أو آتي إلى كتاب وأختار منه جملتين وأقول انظر ما يقوله هذا الكاتب انظر هذه البيانات ماذا تقول انظر إلى هذه المعلومات ماذا تفيد هذه لا تفيد شيئا أنت عملت تنقيح أنت عملت تركيز على أفكار أو بقولات أو جمل أو بيانات محددة هذا من المغالطات بل كثيرا ما يكون هذا المنحة متعمدا وهذه مغالطة أو هذه جريمة أكبر أن يقوم الإنسان هكذا بالتركيز على بعض الأشياء لأنه يميل إليها كثيرا ما نفعل هذا نختار الأشياء التي نميل إليها ونركز عليها هذا خطأ وأن يتعمد الإنسان أن يركز على الأشياء التي هي ليست ممثلة لكل باقي البيانات وكل باقي المعلومات هذه مغالطة أكبر بل هذه جريمة الخطأ الآخر هو أن يتأثر الإنسان شعوريا أو لا شعوريا بالبيانات المتوفرة ما معنى هذا؟ معنى أن أنا مثلا هذه المعلومات المتوفرة هذا يعني راجعت موضوع معين أو قرأت شيء أو بحثت في الإنترنت طلعت لي بعض المعلومات عن موضوع معين وخلاص اكتفيت بها وقلت هذا اللي موجود هذا اللي موجود عندي هذا لا يعني أن هذه المعلومات ممثلة فعلا للموضوع أو أنها تفي بالغرض يعني هكذا يقال بالمثال الشهير يظن الناس أنه إذا عندك أنت خريطة سيئة أفضل من عدم وجود خريطة وهذا خطأ إذا عندك أنت خريطة سيئة رح توصلك إلى مكان غلط إذا أنت ما عندك خريطة بالعكس معنى أنك أنت تقول أنا ما عندي معلومات يجب أن أبحث يجب أن أسأل يجب أن أجتهد أنظر في السماء أين اتجاه الشمال أين اتجاه الشرق إلى كذا أما أن يأخذ الإنسان خريطة مخطئة فيها أخطاء بيانات قليلة لا تفي بالغرض لا تمثل المعلومات الصحيحة فهذه مغالطة أيضا وخطأ تفكير يجب أن ينتبه الإنسان إليه أن يسأل نفسه دائما هل المعلومات التي عندي كافية وممثلة للموضوع الذي أنا أبحث فيه التأثر أيضا بالحالات الفردية هذا نحن كبشر نحب القصص ونحب القصص الشخصية لماذا؟ لأننا نتفاعل معها ولأننا نرى أنفسنا فيها يعني لما شخص يحكي لي قصة عن فرد معين أو أفراد معينين خاصة إذا كانوا قريبين من حالتي أنا أتعاطف معهم أتفاعل معهم أجد نفسي فيهم لذلك أصدقنا هذا الكلام خلاص أصدق هذه الفكرة هذه القصة وأخذها عبرة أخذها حكمة وأمشي عليها رغم أنها لا تمثل شيء هي تمثل فرد تمثل حالة واحدة فهذا يسمى يعني هذا ال personalization personification يعني storization يعني كان الإنسان يمشي على القصص فيجب انتباه الإنسان أن لا يركز على الحالات الفردية قل لك لا أنا أعرف أشخاص أنا أعرف أنا جدي جدي عاش 80 سنة هو يأكل كل هذه المأكلات وما صار في شيء أنت قاعد تقول لي أنت لازم أنت تبطل تأكل مش عارف أنا كثير دسم وتبطل أنت تأكل كثير سكر أنا جدي كان يشرب القهوة أربع مرات في اليوم ويحط فيها أربع ملاعق سكر وعاش 80 سنة أنت قاعد تقول لي السكر هذا سيء أو أن القهوة الكثير من القهوة مش كويس أو الدسم وغير ذلك هذا تفكير يعني تشخيصي أو تفريدي أو تركيز على حالات فردية معينة المثال الآخر أو الخطأ الآخر هو مبالغة الإنسان لا شعوريا في اعتقاده بما يعرف دائما نظن في أدفوسنا أننا نعرف أكثر من اللازم يعني مثلا إذا سأل الناس يعني هناك مثال شهير سئل الناس ما هو المجال مجال الرواتب مثلا الذي يتقاضاه أساتذة الثانوي خلينا نقول لو جيت أنا مثلا إلى إحسان وخالد قلت لهم أنتوا أعطوني مجال أنا لا أقول لكم ما هو الراتب بالذات أعطيني مجال يقول لي طيب المجال كنقول له حط أنت أي مجال من عندك حط أنت أي مجال من عندك فسنجد الناس تلقائيا أنهم سيضعون لأنفسهم مجالا ضيقا أنا ما أقول لك المجال يجب أن يكون ضيق أو واسع وممكن تقول لي أنت وسيكون إجابتك صحيحة تقول لي بين صفر ومليون بين صفر ومليون درهم بالشهر تقول لي حط مجال أنا حطيك مجال إجابتك صحيحة لكن لو قلت لي أنت أنا أتوقع أن راتبهم بين خمسة ألاف إلى عشرة آلاف وطلع الراتب ثلاث آلاف أو أربعة آلاف أنت طلعت خطأ ليش؟ لأنك أنت حددت نفسك لأنك أنت تعتقد أن معلوماتك دقيقة أنك أنت متأكد أن الراتب بين خمسة ألاف وعشرة ألاف رم أن الراتب طلع أقل وطلع أكثر أو يعتمد هل هم أجانب أو مواطنين أو غيرهم أو عرب أو مقيمين فأنت بالغت في ظنك أو في اعتقادك بالمعلومات التي لديك رم أنك أنت يفترض أنك تقول والله أنا معلوماتي قليلة وأنا غير متأكد خليني يوسع على نفسي المجال فهذا المثال فقط وهذه الفكرة أنه يجب الإنسان أن يقول دائما لنفسه أنا أعتقد أنه إذا أعرف أو معلوماتي محدودة خليني أروح أتأكد لا يظن في نفسي أني أنا أعرف أو أعرف الكثير وهذه مغالطة أيضا ربما يعني الخطأ أو المثال الأخير الذي يجب أريد أن أركز عليه هو ما يسمى يعني التزامن والسببية ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه إذا حدث أمراني في نفس الوقت أو دائما يحدث هذا الأمر مع هذا الأمر هذا لا يسميه التزامن هذا يحدث دائما يحدث معه هذا هذا لا يعني أن هذا سبب هذا سببية هذا يعني أنهم يحدثان في نفس الوقت معنى أنه احتمال الأكبر أن هناك سبب ثالث أو أمر ثالث هو السبب للشيئين أنه يحدث هذا وبتالي يحدث الأمران هذا هذين فإذا حدث هذين الأمرين ويحدثان في نفس الوقت معنى هذا أنه فيه شيء تحتي فيه سبب تحتي فهذا لا هو هذا سبب هذا ولا هو سبب هذا وكثيرا ما نظن أن شيئين يحدثان في نفس شيئاني أن شيئين يحدثان في نفس الوقت معنى أن أحد سبب الثاني هذا يعني هناك مثال طريف يقال أن طفل مثلا في طائرة قالهم ياريت لو تخبروا قائد الطائرة أنه يوقف يولع إشارة ربط الأحزمة قالوا له ليش؟ قالوا لأن كل مرة تطلع إشارة ربط الأحزمة تبدأ الطائرة تضطرب لأن الطفل انتبه أن هذين الأمرين يحدثني بالتزامن تقريبا في نفس الوقت ربط الأحزمة اضطراب في الطائرة فهو ظن أن الإشارة هذه هي التي تؤدي بالاضطراب وطبعا هذا ليس هذا فتزامن الأمور ليس بالضرورة سببية وهذا يحدث كثيرا في الحياة لو تنتبهون إلى أشياء كثيرة نظن أنها هي مترابطة سببيا وهي ليست مترابطة سببيا أردت أن أعطي هذه الإشارات فقط وكما قلت أدعوكم إلى مراجعة كثير من هذه المواضيع هذه المغالطات المنطقية الأخطاء التفكيرية وما أكثرها وموجودة كثيرا في الأدبيات في الإنترنت وفي الكتب إلى آخره أدعوكم أيضا إلى العودة ومراجعة حلقة كيف نستخدم الاحتمالات والإحصائيات بشكل سليم لأنها أيضا لها علاقة بهذا الموضوع وإن شاء الله تكون فيها فائدة بالنسبة لكل المتعلمين وخاصة ونحن في بداية هذا الفصل الدراسي والجامعي وبالتوفيق إن شاء الله السلام عليكم